الحزن هو من الشيطان هذا كلام مئة في المئة متأكد منه الشيطان يريد أن يحزنك حتى تصبح مثقلا بالطاقة السلبية فلا تقوم بالأعمال الإيجابية فلا تترك له مجالا الشيطان يتعرض لك في كل طريق يتعرض إليك عن طريق زوجتك وولدك وصديقك وأستاذك ورئيسك في العمل طريقة ونصيحة لكم من أخي طريقة مجربة مثلا هناك نقاش بينك وبين زوجتك واحتد النقاش وعندما يغضب المرء يصعب الوصول وإيصال الفكرة له فما عليك حينها إلا أن تبدأ بالدعاء لزوجتك الله يخلي لي إياكي الله يرضى عليكي الله ينور دربك الله يشفيكي الله يرزقك إن شاء الله تدخلي بالجنة بالفردوس الأعلى استمر استمر هذا الشيء سوف يسر خاطرها وسوف يعني الشيطان يصاب بي يعني سوف يهرب سوف يتركك حتى يغير الموضوع حتى لأنها لا يريد منك أن تدعو لزوجتك أن تدخل للجنة لأنها بدعائك لزوجتك فهي تتصبح من أحسن ما يكون وصلا إذا كان هذا الأمر مستمر وأنت أيضا ستكون حياتك سعيدة وهي حياتها سعيدة وستقتربان من الله أكثر هكذا الأمر حتى مع أولادك وخصوصا عندما تلحظ أنهم ينطقون كلمة تؤذيك جدا فاعلم أن هذا الشيطان هو الذي قالها ليسهم والله يا إخواتي جربوها وسوف ترون منها الخير الكثير ولا تتركوها لأن الشيطان لا يمل هو لو تبقى مئة سنة هو يبقى حتى آخر ثانية في هذه المئة سنة وهو ينتظر حتى يؤذيك ويحزنك وهذا كلام دقيق مئة في المئة ومجرب اللهم إنا نعوذ بك من شار الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون وأسعد الله نهاركم الله يرضى عليكم الله يشرح صدوركم الله يدخلكم الجني الله يا ربي الفردوس الأعلى الله يسقيكم شربة من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة الشريفة الطاهرة الله يا ربي يجعل كلها أيام سعيدة الله يقضي عنكم دينكم الله يفرج همكم الله يغفر الكون الله يا ربي هيك يصلح أولادكم ويصلح زوجاتكم إن شاء الله أيامكم كلها بتكون سعادة وخير والصلاة والسلام على سيدي رسول الله اشتركوا في القناة